الشرفة السلام عليكم اليوم ثلاثة ديال الشلايد ونريكم كي تديروا لهذه اللاصوس هذي سهلة وتقود ستعملوها في الليسالة دهكا الحال بدأت يسخن خفن زرب ضغية اللولة شلادة ديال الروس غادي نشد الروز وغادي نطيبه نغليه نخليه نصفه ونخليه يبرد عندما يبرد سنزيد له واحد المعلقة كبيرة ديال المايونيز يو حرك خلط هاتش كاملة هو مزيان حتى يقول لي هكذا سنشد واحد ساكل وغادي نقطع واحد انطرنش ديال الماطيش هكا وغادي نديرها من تحت غندل وغادي نزيد عليها المايس درنا الكانابي ديال الماطيش هكذا هورك واحد شي شوية بشكل لحبة شد بلاستها حدقتها سنزيد الروز من الفوق هكذا وغادي نزيد الباربة لبيتخاف سنشدها كنفوروها في الكسكاس ولا نغليها في الماء تتسلق من بعد نقطعها مرسوية هكا ونخليها تتزبرد سنستعملها في الصلاد كما كشفتو هنا كنديرها هكذا وكنحيت ذلك الساكل سنستعملها كتشهي صراحة تنزوي ونخفيفها واللي بغا يردها غديوة يعني ماشي شلادة ولا شلادة مغدية كما تقولوا يزيد لها بشوية الحوت الطون ولا الماكرو ولا السردين هكا من الفوق سنستعملها كتشبع نيت أنا هنا ستلغي شوية الخيار وشلادة كتشهيات من الفوق سنستعملها كتشهيات من الفوق سنستعملها سهلة مهلة كنشد المايوناز سنستعملها كتشهيات من الفوق نختلف على الفينيغريت ونضع الحمض الجود والسيترون والعصر الحمض على المايوناز لكي تضعي مصدر في هذه المايوناز ونبدأ نزيد الحليب بشوية بشوية حتى نخففها هذه الحصوصة تكون خفيفة بشكل فينيغريت بهذا الشكل هذا جربوها صراحة نقدم نزيد الربيع في هذه المرحلة اللي بغاء يزيد الربيع شوية ديالة سيبولات ولا القزبر ولا المعدنوس أنا هنا نخليتها نعطي غيب الحليب الملحة والبزار لسيزون ما جربوها اللي بغاء ينوع شوية رأيك تجيزونا في الشليدات وإذا كانوا هذا الفيديو اللي كانت تستفدو منهم ولو غيب شوية غين ويطات باش شكروني دخلوا عندي شوية اليوتيوب تقابروا عندي تماما باش شكبر هذه العائلة وستافدتان واحد شي شوية من هذه القناة تندردرداب هذا اللصوص هادي هاكذا عدراف هذا بعد يندوزو الشلادة التانية ومن الرأيكم عزاز هذا الثانية هادي شليدة ديال البات الكوكيات بالبوافران تخيو ديالبوافران والكونكومبر والخيار سترى تهيئة جزوان هنا وسهلة البات نطيبهم نغليهم مطيبوش بزاف يبقوا شوية فاغم نشد الخيار ونزيد فوق البات وهذا ونزيد الفلفل بالكلور يعني الحمراء والخضراء والصفراء إذا كانت تغير كولور واحدة لا يوجد هذا الكولور ستعطي قليل في الشلادة والزيتون الأسود والأكحل ونزيد الزيتون وهذا ونخلط هذا الشيء كامل هذا لديكم ما نقوم بعمل نقوم بعمل مايونيز وشوية الموتارد قليلا حرب هذا الشيء الموتارد وهذا سيكون خفيفة ضريفة ونزيد شليدة الموتارد على مايونيز كما قلنا نقوم بعمل موتارد وهذه شليدة الثالثة سهلة مهلة خفيفة استعملت فيها هو لكي نبدل هذه شليدة كما تعرفون الكليين ستبدل قليلا سلاد هنا قليلا لخيار كنابي وقطعت هذا في نمو يعني مقطعة مرسوية صغيرة كما ترى هنا ومن بعد نقوم بعمل كثيرا وكما تعرفون كثيرا مع مايونيز نقوم بعمل مايونيز في الوسط هذا وهذه من الجوانب الربيع تقوم السيبولات هذا التوم القصبي يجزون مع هذه الشليدة تنقطع قليلا ونزيدهم وهذه من الجناب أضراب لا تبخلوش علينا بالليلة لكم وفعلوا الجرس لكي يوصلكم الجديد ليرا ما زال استفادة في هذه القناة وفي هذه القناة وشكرا جزيلا اوته الله وفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة